أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا اليوم في الحديث الثاني من باب الحركة والانتقال ذكرنا في الحلقة الماضية الحديث الأول وبينا أن الحركة مستحيلة في حق الله سبحانه وتعالى فلا يوصف ربنا سبحانه وتعالى بالحركة وإنما الحركة هي صفة الأجسام نحن أجسام السماوات والأرض أجسام وهذه الأجسام توصف بالحركة في هذا الحديث الثاني الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام يبين هذه الحقيقة عبر الأدلة العقلية والأدلة النقلية لأنه كما ذكرنا المجسمة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى جالسا جلوسا جالسا بجلوس حقيقي على العرش ولا يعلمون أن هذه الآية من الآيات المتشابهة التي يرجع في تأويلها إلى الآيات المحكمة والآية المحكمة هنا ليس كمثله شيء ثم إن هؤلاء يرون أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا والنزول إلى السماء الدنيا يحملونه على المعنى الحقيقي وهذا يستلزم التحرك فلذا لأمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تصدوا لبيان الحق في ذلك وأن الله سبحانه وتعالى لا يصف بحركة الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين أولا معنى القيام أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت هنا قائم على كل نفس بما كسبت لا يراد به القيام مقابل القعود لأن القيام مقابل القعود يستلزم الحركة ويستلزم الحد ويستلزم التحيز وكل ذلك مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى بل القيام في هذه الآية وأمثالها بمعنى التدبير والعلم بالشيء يعني الله سبحانه وتعالى عالم بكل الأشياء ويدبر أمرها مثل ما نقول فلان قائم بالأمر قائم بالأمر ليس مقصود القيام مقابل القعود وإنما المقصود أنه يعلم بذلك الأمر ويدبره والله سبحانه وتعالى نقول قائم بمعنى تدبيره للأمور وعلمه بتلك الأمور أما الحركة فهذه تستحيل في حق الله سبحانه وتعالى لأن الحركة تلازم الوجود في المكان شنو هي الحركة معنى ذلك أن الإنسان يكون في مكان ثم ينتقل من هذا المكان إلى مكان آخر هذه هي الحركة وهذا المعنى مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى أولا لأن المكان مخلوق ولا يعقل أن هذا المكان الذي هو مخلوق يحيط بالخالق لأن الله هو أحاط علما وقدرة بالأشياء وليست مخلوقاته ومنها المكان تحيط به فإذا قلنا بأن الله يتحرك معنى ذلك إحاطة المكان به لأن الحركة معناها الوجود في المكان هذا أولا وثانيا المكان أوسع من الشيء الذي يتحرك في المكان لازم يكون مكان وسيع حتى هذا الشيء ينتقل من مكان إلى مكان آخر وإلا إذا المكان مستوعب الشيء الذي هو في المكان لا يتمكن أن يتحرك لا تمكن الحركة لازم الشيء شوية يكون أوسع حتى الشيء اللي داخله يتحرك فيه أنتوا شايفين في بعض الأشياء اللي تقع فيه مثلا في علب في كارتونة إذا هذه الكارتونة بمقدار هذا الشيء الذي يقع فيها لا يتحرك هذا الشيء الذي هو في العلبة لكن إذا الشيء الذي في العلبة شوية أصغر من هذه العلبة أو أصغر من هذا الكارتون يتحرك فيها فالحركة تستلزم أن يكون المتحرك أصغر من المكان حتى ينتقل من مكان إلى مكان آخر فإذا أنت تريد تقول في الله سبحانه وتعالى أنه يتحرك هذا يلازم الجسمية ويلازم أن يكون المكان أكبر منه وأوسع منه وهذا يستلزم محالا آخرا فالله ليس في الجسم وليس في حيز ولا معنى لأن نقول أنه في المخلوق ولا معنى بأن نقول أن المخلوق أكبر من الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الإمام يتصدى لرد ودحض شبهة أو عقيدة فاسدة لأن بعض المجسمة هؤلاء حينما حملوا الآيات على ظاهرها الآيات المتشابهة لم يراجعوا إلى الراسخين في العلم في تأويلها ولم يراجعوا إلى الآيات المحكمة في تأويلها فقالوا أن الرحمن على العرش استوى هذا معناه معنى الاستواء الحقيقي الجلوس الحقيقي بعد ذلك يرون روايات صحيحة عندهم وهي روايات موضوعة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فحينئذ يصير تناقض بين عقيدتيهم العقيدة الأولى أنه جالس جلوسا حقيقيا على العرش من غير أن يؤولوا الآيات المتشابهة والأدلة الصحيحة عندهم بأنه ينزل إلى السماء الدنيا فنزول إلى السماء الدنيا يستلزم خلو العرش منه وهذا لا يتمكنون من الالتزام به فوقعوا في تناقض للدفع هذا التناقض قالوا بأن الجزء من الله والعياذ بالله من كفرياتهم ومن شركياتهم وهذه الكفريات والشركيات إنما هي بسبب إقصائهم لأعمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من مراتبهم التي رتبهم الله عليها أخذوا علومهم من غير هؤلاء عليهم الصلاة والسلام فلذلك قالوا بأن بعض هؤلاء بأن الجزء من الله يبقى على العرش والعياذ بالله من كلمتهم والجزء الآخر ينتقل إلى السماء الدنيا يعني حقيقة يعني عقائد سخيفة جدا بحيث أن الإنسان يستغرب كيف عاقل يفوه بهذه الكلمات فالإمام عليه الصلاة والسلام ينفي هذا الكلام وهذا كلام سخيف وباطل الله سبحانه وتعالى ليس بالجسم ليست له أجزاء ولا معنى بأن نقول أنه ببعضه أو بكله ينتقل من مكان إلى مكان آخر بعد ذلك الإمام يبين جانب آخر ذلك الجانب الآخر يرتبط بكلام الله سبحانه وتعالى الله متكلم وهذه من صفات الله سبحانه وتعالى لكن هي من صفات الفعل لكن هؤلاء المجسمة لا يميزون بين صفات الذات وصفات الفعل لا يعرفون الفرق بينهما ولذلك يخلطون الأمور خلطة زين الله متكلم هذا لا إشكال فيه لكن ما معنى المتكلم الكلام عندنا الإنسان هو أنه له فم ولسان والإنسان يخرج الهواء من رئتيه هذا الهواء يصل إلى الفم فهنا بواسطة الحلق واللسان والحناك وما إلى ذلك هذا الهواء الذي يخرج يتقطع بشكل أمواج هذه الأمواج تكون الأمواج الصوتية هو هواء واحد أنت تخرجه من رئتيك لكن بسبب التركيبة الخاصة للفم وحركة اللسان وكذلك الحلق يتقطع هذا الهواء بشكل أمواج فكل موجة بطريقة تسمع بشكل حرف ألف با تا ثا هذه أمواج صوتية تسمع بأشكال مختلفة وبجمع هذه الحروف المختلفة الألفاظ المختلفة يتكون الكلام في الإنسان لكن الله سبحانه وتعالى ليس بالجسم حتى يكون له فم ليس هناك هواء يخرج من الله من فمه حتى يكون هذا لفظا لأن هذا يستلزم التجسيم والعياذ بالله من التجسيم ويستلزم الحاجة والله سبحانه وتعالى هو الغني المطلق يعني إذا أراد يتكلم هل يحتاج إلى هواء؟ يحتاج إلى فم؟ يحتاج إلى هذه الأمور؟ كلا الله غني نحن نحتاج الله لا يحتاج يستلزم التجسيم يستلزم الحاجة يستلزم التركيب يستلزم الحد وتوالي فاسدة كثيرة تستلزمه هذه العقيدة الفاسدة فإذن ما معنى التكلم في الله؟ التكلم الإمام هنا يذكر لأن التكلم عندنا يستلزم الحركة الفم يتحرك اللسان يتحرك الشفتان تتحركان الهواء يخرج بحركة والحديث في نفي الحركة فما معنى الكلام في الله سبحانه وتعالى؟ معنى الكلام في الله أن الله خلق الصوت يخلق هذه من صفات الفعل ليست من صفات الذات الله يخلق الأصوات فيستمع إليها موسى عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى خلق القرآن وأنزله على رسوله والرسول تل القرآن علينا ذكرنا قبل حلقات أن المجسمة هؤلاء بعضهم يعتقدون أن هذا القرآن المطبوع هذه الألفاظ ليست مخلوقة لأنها صفة الله أنت عندما تقرأ آية هذه الأمواج التي تخرج من فمك هذه صفة الله ليست مخلوقة الصحيح هو أن الكلام من صفة الفعل كما أن الله خالق وهذه من صفة فعل الله الله سبحانه وتعالى في الأزل لم يخلق شيئا ثم خلق الأشياء الله سبحانه وتعالى في الأزل لم يكن يتكلم لعدم حاجته إلى الكلام وإنما حينما خلق الناس الله سبحانه وتعالى خلق الأصوات وخلق الكلام الذي أنزله على أنبيائه لكي يوصلوه إلينا فإذن الكلام في الله سبحانه وتعالى ليس بمعنى الكلام فينا لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء بعد ذلك الإمام يستشهد بدليل نقلي أن الله أحد فرد صمد صمد يعني لا يحتاج كما مر قبل حلقات الله لا يحتاج إذا خلق الصوت إنما خلق الصوت إنما خلق الكلام لحاجة الخلق إليه ونحن فيما مضى ذكرنا من أدلة أن القرآن مخلوق آية في نفس القرآن ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون الآية تقول أن الذكر محدث يعني حادث مقديم ولو كان صفة لله كما يزعمون صفة الذات المفروض أنه يكون قديما لأن صفات الذات قديمة فمحدث معنى أنه مخلوق زين الله صمد يعني لا يحتاج إلى شيء فلا يحتاج إلى فم ولا إلى لسان ولا إلى هذه الكيفية في إيجاد الأصوات وأيضا فرد يعني ليس كمثله شيء فلا يمكن أن تقيس أن تقيس كلامه بكلام الخلق وكيفية كلامه بكيفية كلام الخلق إضافة إلى أن الله لا يحتاج إلى الكلام إنما خلق الكلام لحاجة الخلق أراد أن يرشدهم لفضله ومنه وكرمه فلذا خلق هذه الأصوات وهذه الألفاظ وأنزلها هذا خلاصة هذا الحديث الشريف عن أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني الإمام الكاظم أنه قال لا أقول إنه قائم فأزيله عن مكانه قائم قيام بمعنى القيام المقابل للقعود والجلوس لا أقول هكذا ولا أحد بل القيام في الله سبحانه وتعالى بمعنى تدبيره وعلمه بالأشياء أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت مهيمن على الأشياء مدبر لأموره عالم بها ولا أحده بمكان يكون فيه لا أقول إن الله في مكان ثم ينتقل من ذلك المكان إلى مكان آخر لأن وجوده في المكان يستلزم الحد لأن المكان مخلوق لله فإذا هو كان في المكان يكون محدود لأن المخلوقات محدودة الشيء الذي هو غير محدود هو الله سبحانه وتعالى لا حدود له أما المخلوقات محدودة حتى لو كانت عظيمة المجرة على عظمتها بالنتيجة محدودة بحدود يقولون المجرة الكذائية من أولها إلى آخرها مثلا كذا مليون سنة ضوئية حددت لها حدود لكن الله سبحانه وتعالى ليس له حدود المكان مخلوق فهو محدود إذا تقول بأن الله في المكان ينتقل من مكان إلى مكان آخر معنى ذلك أنك حددته ولا أحده بمكان يكون فيه ولا أحده أن يتحرك في شيء من الأركان والجوارح أن الأركان يعني بكله يتحرك والجوارح يعني ببعضه يتحرك كلا هذا مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى لأنه يستلزم أن يكون المكان يحتويه وأن يكون المكان أوسع منه وكل ذلك محال كما بينا ولا أحده بلفظ شق فم نحن نتكلم عن طريق الفم هذا الشق الموجود في وجه الإنسان هل الله سبحانه وتعالى هكذا كلامه بحيث يحرك؟ كلا ولكن الله سبحانه وتعالى يخلق الأصوات ولكن كما قال تبارك وتعالى كن فيكون بمشيئته ما يحتاج أن يحرك فمه لأنه ليس له فم هذا تشبيه هذا تجسيم ليس له لسان هذا تشبيه هذا تجسيم لا يحتاج إلى إخراج الهواء هذا إثبات للحاجة والله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك لكن بمشيئته يخلق الأصوات فيستمع إليها نبيه موسى عليه الصلاة والسلام مثلا يخلق الأصوات فيوحيها إلى نبيه مثلا محمد صلى الله عليه وآله من غير تردد في نفس ككلام المخلوقين نحن هذا النفس هذا الهواء يتردد يتقطع عبر اللسان بشكل أمواج صوتية الدليل النقلي صمدا فردا الله صمد ذكرنا الصمد يعني السيد المصمود إليه الذي لا يحتاج إلى أحد وغني عن كل شيء الله غني فلا يحتاج إلى فام وإلى إخراج النفس من الفام وإلى التقطيع لا وإنما الله سبحانه وتعالى يخلق الصوت ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون صمدا فردا ليس كمثله شيء لا تشبه الرب بالمخلوق لم يحتج إلى شريك يذكر له ملكه يعني هذه الإمام هنا يريد يقول أن الكلام من صفات الفعل لأن هناك فرق بين صفات الذات وصفات الفعل صفات الذات هي عين الله سبحانه وتعالى العلم القدرة الحياة الاختيار صفات الفعل ترتبط بخلق الله سبحانه وتعالى مثلا لا يصح أن تقول أن الله لم يكن يعلم ثم علم هذا كلام باطل لماذا؟ لأن علم الله عين ذات الله والله قديم علمه قديم لأن علمه عين ذاته لكن يصح أن تقول أن الله سبحانه وتعالى لم يكن خلق العالم ثم خلقه لأن الخلق من صفات الفعل فلذا تقول في الأزل لم يكن يخلق العالم ما كان قد خلق العالم ثم خلقه وهذا من فروق صفات الذات وصفات الفعل وسيأتي تفصيل ذلك فالكلام صفة فعل ليست صفة ذات تقول في الأزل كان متكلما لماذا يتكلم في الأزل هل هو يحتاج كلا الله لا يحتاج إلى كلام لكي يتكلم هل هناك شريك لله والعياذ بالله حتى يكلمه كلا هل هناك شخص يحتاج الله سبحانه وتعالى منذ الأزل يذكره بشيء كلا هل هناك شيء في الأزل يحتاج الله سبحانه وتعالى ليبين له المعلومات كلا فالله في الأزل لم يكن قد خلق الكلام وإنما بعد أن خلق المخلوقات رحمة ولطفا خلق هذا الكلام فأوحاه إلى أنبيائه مثلا لم يحتاج إلى شريك يذكر له ملكة هذا اللي بيان أن الكلام من صفة الفعل ليست صفة الذات معنى ذلك أن الكلام لم يكن من الأزل وإنما الله سبحانه وتعالى خلق الكلام لم يحتاج إلى شريك يذكر له ملكة يعني الله لم يكن له شريك حتى يجي يبين للشريك أنه أنا المالك لكذا وأنت المالك لكذا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته ولا يفتح له باب علمه يعني بأن تقول بأنه كان شريك في الأزل ذاك الشريك مثلا جاهل في بعض الأمور فيعلمه الله سبحانه وتعالى كلا فلذلك الكلام لم يكن فالأزل لأن الله غني ولم يكن مخلوق آخر لكي الله سبحانه وتعالى يلقي إليه ذلك الكلام فلماذا يخلقه منذ الأزل نعم حينما خلق الخلق خلق الكلام أيضا هذا هو الحديث الثاني في هذا الباب باب الحركة والانتقال بعد ذلك ننتقل إلى الحديث الثالث كان ابن أبي العوجاء شخص من الملاحدة يعني ينكر وجود الله سبحانه وتعالى وكان معاند وقد مر في أول باب في كتاب التوحيد في إثبات الخالق مناظرات الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام مع ابن أبي العوجاء ضمن مناظرات الإمام أمر يرتبط بالحركة لذاء الكليدي رضوان الله تعالى عليه اقتبس ذلك المقطع وجاء به في هذا الباب ابن أبي العوجاء في ضمن محاورته ذكر للإمام قال أحلت على غائب الإمام ذكر الله سبحانه وتعالى أن ابن أبي العوجاء أيضا كان إنسان قليل الأدب ووقح ولم يكن يراعي آداب المناظرة لكن لأنه كان يثير شبهات فالإمام كان يناظره هو معاند لكن الغرض دحض الشبهات التي أثارها واستمع إليها الآخرون هو ما يهتدي لأنه معاند لكن الذين علقت في أذهانهم الشبهة بهذه المناظرة ترتفع هذه الشبهة قال أحلت على غائب ونحن ما نشوف الله أحلت على غائب الإمام عليه الصلاة والسلام قال ويلك كيف يكون غائبا من هو مع خلقه شاهد وإليهم أقرب من حبل الوريد والله على كل شيء شهيد في آية أخرى ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا هذه قصور في الرؤية الإنسان يريد أن يكون كل الأشياء يحسها بالحواس فإذا ما أحس شيئا بالحواس يقول غير موجود زين أنت راوينا العقل ألك عقل أم لا يقول نعم أين عقلك هل نراه هل نستمع إليه هل نلمسه مثلا هل نشمه هل نذوقه فإذن لا عقل لك هذا منطق صحيح ليس كل موجود يشعر به الإنسان بالحواس الخمسة هناك موجودات ليست محسوسة لكنها موجودة كيف نعرف بوجودها عن طريق آثارها لها آثار عن طريق تلك الآثار تعلم بوجود هذه الموجودات مثل الكهرباء الكهرباء أنت تراه تستمع عليه مثلا تلمسه تشمه تذوقه لا عن طريق آثاره حينما ترى الضياء أو حينما تلمس الكهرباء مثلا تصاب بصعقة عن طريق الآثار أنت تشعر بوجود هذا الشيء هذا عاقل أو مجنون الآن أنت جسد عاقل وجسد مجنون تحت المشرحة الطبية لا فرق في الأجهزة أبدا شنو الفرق هناك وجود يسمى العاقل موجود في الإنسان العاقل وغير موجود في هذا المجنون أنت كيف عرفت أنه هذا عاقل ذاك مجنون عن طريق الآثار عندما ترى تصرفات هذا الإنسان موزونة مثلا تعلم أنه عاقل تصرفات ذاك غير موزونة تعلم بأنه مجنون مثلا زيان يسمع كلامهم ويرى أشخاصهم ويعلم أسرارهم بس هذا المقطع ليس شاهد البحث وإنما كمقدمة ذكرت لأنه شاهد البحث حول الحركة حول المكان فقال ابن أبي العوجاء أهو في كل مكان زيان يقول إذا الله في السماء فهو ليس موجود في الأرض إذا هو في الأرض ليس موجود في السماء النساء لذولة مثلا المجسمة تقولون أن الرحمن استوى على العرش ولا تؤولون هذه الآية المتشابهة زيان إذا هو جالس على العرش يعني معنا ذلك أن الله سبحانه وتعالى غير موجود عندنا غير موجود في الأرض غير موجود في السماء الأولى غير موجود في السماء الثانية غير موجود في السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة لازم تقولون بهذا اللازم غير موجود في هذه الأماكن هذه نفس شبهة ذلك الملحد ابن أبي العوجاء وهذه شبهة نتيجة كلام هؤلاء المجسمة هؤلاء المجسمة يقولون هكذا فيسببون أن الملاحدة أو أمثالهم يستفيدون من هذه العقائد الباطلة التي هي توجد لهؤلاء المجسمة ويثيرون شبهاتهم ويثيرون شبهاتهم والناس الذين هم ضعاف المعرفة يتأثرون بتلك الشبهات إذا هو في السماء ليس في الأرض إذا هو في الأرض ليس في السماء مع أن الآية تقول ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا الإمام شنو يجاوب الإمام يقول أنت دا تقيس ودا تشبه الرب سبحانه وتعالى بالمخلوق تتصور أنه كما أن المخلوق إذا كان في مكان يخلو منه مكان آخر تتصور أن الله في السماء فهو ليس في الأرض أو هو فوق السماء فهو ليس في السماء مثلا ولا في الأرض هكذا تتصور كلا إنما وصفت المخلوق الذي إذا انتقل عن مكان اشتغل به مكان وخلى منه مكان أنا جالس الآن هنا المكان اللي أمامي أنا لست فيه إذا قمت من هذا المكان ذهبت إلى مكان آخر لست في هذا المكان هذه صفة المخلوق أنت تقيس الخالق بالمخلوق وما قدر الله حق قدره إنما وصفت المخلوق الذي إذا انتقل عن مكان اشتغل به مكان وخلى منه مكان فلا يدري في المكان الذي صار إليه ما يحدث في المكان الذي كان فيه يعني أنا الآن جالس هنا في هذا المكان ألقي عليكم المحاضرة الآن المكان اللي كنت فيه قبل ساعة مثلا في بيتي الآن ماذا يحدث في بيتي لا أدري كنت قبل كم ساعة في الحسينية ماذا الآن يحدث في الحسينية لا أدري لأنني محدود وحدود حواسي ضمن هذه الدائرة أنت تقيس الرب سبحانه وتعالى بالمخلوق فتقول إذا هو في السماء فلا خبر له عما في الأرض وإذا هو في الأرض فلا خبر له عما في السماء يقول كلا فأما الله العظيم الشأن الملك الديان الإمام ذكر هذه الأوصاف هذه الأوصاف تتضمن إحاطة الله سبحانه وتعالى علما وقدرة بالأشياء كلها الله عظيم الشأن يعني أعظم من أن يوصف بإحاطة المكان به الملك الديان الله سبحانه وتعالى مالك وسيجازيك أنت يا ابن أبي العوجة أيها الملحد بهذه الأباطيل التي تعتقد به إذا أنت تنكره الآن هذا لا يضره شيء لأنه أراد أن يكون تكون الدنيا دار اختبار فلذا أراد أن تكون مختارا تختار الإيمان أو تختار الإلحات لكن أرشدك أنت مالك قابلية فالصوج منك فأما الله العظيم الشأن الملك الديان فلا يخلو منه مكان بمعنى أن علم الله وقدرته محيطتان بكل مكان في السماء في الأرض في العرش إحاطة علم وقدرة لا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى موجود في المكان كلا لأن الله سبحانه وتعالى خالق المكان والمكان يستحيل أن يحيط بالخالق وإنما عدم خلو المكان منه بمعنى أن علم الله سبحانه وتعالى وقدرته محيطان بكل شيء ولا يشتغل به مكان يعني لا يخلو منه مكان ولا يشتغل به مكان لأن الخلو والاشتغال صفة الأجسام خلا من مكان أو اشتغل في مكان أما الله سبحانه وتعالى ليس بالجسم وهو خالق المكان فعلمه وقدرته محيطتان بالمكان فلا يصح أن نصفه بأنه خلا منه مكان أو اشتغل بمكان ولا يكون أقرب منه إلى مكان لأنه محيط بكل المكان فنسبة الأشياء إليه على سواء كما ذكرنا الذرة والمجرة نسبتهما إلى الله سبحانه وتعالى نسبة واحدة هو الخالق ولا ينقصه شيء من قدرته إذا خلق مجرة أو إذا خلق ذرة خلقهما بالنسبة إليه على حد سواء فله إحاطة علم وقدرة بكل الأماكن أما تقول أنه اشتغل في مكان يعني ملأ مكان أو خلا عن مكان هذه صفة الأجسام وليست صفة الرب سبحانه وتعالى إلى هنا ننهي الحديث الثالث من باب الحركة والانتقال إن شاء الله الحديث الرابع في حلقة قادمة وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله يا الله الله يا الله الله اشتركوا في القناة